موسيقى اذاك الواطي اخد المصاري ما هيك؟ اي اخدهم نيح توصلوا بالسلامة الله معكم روحوا جيبوا هالواطي امرك الله مرحبا اهلين طلعت الى حسابي ايه استعز حسابك جاهز موسيقى شكرا شكرا معينا خد حبيبي لكم جاي لهم موسيقى قاعد تتحرق رح يصير المساء ونستمال إينا شي فكر بواحد من جروح وبيهمه حياته ما بيترك أسر بشي محل سيدي هون تحت فيه محل مثل المخبأ فتشنا فيه من قبل فيه حد عن يتخبط فيه بس ما عرفنا مين بيكون سيدي امشوا لنشوف بركي منلاقي شي أسر ترجمة نانسي قنقر يا آغا بس خليني عيش ما عددي مصاري ما بدي مصاري ولا شي بس خليني عيش يا واطي يا عديم الشرف فكو خلويني لعب المقبرو هون شكرا وقف وين رايح بدون مصاريك مصاري ايه المصاري فكرني ضربتك مش هالمصاري ضربتك لأنك عديم الشرف برافو تتحمل تتحمل العصير تستحق تاخذ هالمصاري وإذا حدث سألك بتقول كله بحقه باكل قتل وبعمل أي شي تاني يلا هلا نلعب ولا بقى تخليني شوفاك وسخ اخلعوا تفห pes 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 بعثوهن على المخبر حتى يقارنوهن بزمرة دمعة الكاش هذا دمعة الكاش على قد ما أنا شاف لي دمي صرت بعرفه منيح بضبوط بسمع هيك بعثوهن ابني أعطيني ملف الأدلة أمرك حضرة الرقيب في أسر قدم هون تشبه أسر جزمي شو نوع الجزمي ما كتير واضحة بس على الأغلب نعلها مطاط ابني توقان نعم حضرة الرقيب شوف شغلاك حاضر فورا فيه اتنين عراس الشغل واحد منهم مره بس عن عشر زلم ما بيمشي شوفها بالأول بعدين حكي والتاني التاني مو من هون بيكون شريكة إيطالي بيأمننا الشغل برا وبعدين وبعدين سلامتها انت بس قول إيه بقول بس عندي شرط شو هو لازم اتعرف هالجماعة تتعرف وهنين يتعرفوا علي شو خطر لك ما بتوصق فيني لا عيني انت ما دخلك معقول ما أصق فيك بس بخاف بشي يوم يخاوزوا ويجي على بالون يتلاعبوا معنا حابب وقتا خليون يعرفوا مع مين عم يتعاملوا فهمت فهمت حاكيهن وبدبر لقاء أهلين يا أغا أهلين فيك السلام عليكم ها وهي حضرة شناب حمانا شغف أهلين يا أغا شرفت مرحبا أهلا وسهلا يا أغا شوف تؤمر يا أغا ها تهوي سادلا نشوف على راسي خلينا الله معك يا أغا مع السلام حسن تعالهم مور أغا هذا الرجال اللي مع حق يا أغا مو أسمان لمهرب ابن حمدي لأعراج مضبوط أغا طلع جديد من الحبس وهلأ هو وحقي صحبه كتير بهالأيام طيب روح لشوف أمرك يا أغا شو ما خلط شغلنا بقيان شوي سيدي الجبسين رح ينشف عطيني سيجارة سيدي يمكن رح تستغرب هاي أول مرة بزعل على العكاش بتعرف ليش حاول كتير إنه ما يموت بس ما زبطت ما بتعرف يا أندار بلك حاول كتير إنه يموت إذا بدك الصراحة ماما ما توقعناك ترجعي بهالسرعة ليش ما بعرف عندك شغل كتير وتحضيرات للزواج مروح حبيبتي شو عم تقولي لا تنسي إنك عم تحكي مع أمك حكيك هيك بعصبية ما كتير حلو بعتذر تحكي اللي بيطلع معك بدون ما تحاولي تفكري واللي عملتي مع مراد على التليفون تير اللي تزو وهو ما كيف بيتدخل وأنا عم بحكي معاك لأنك خلتيني إبكي على التليفون وهو ما تحمل طبعا ما عم يتدخل بس بيناتنا عم يتدخل بأبونا كمان أنا رايح على غرفتي ماجي عاد لو سمحت لسه ما خلصنا حكي مراد ما تدخل بأبوكم كل هادو ما تدخل الموضوع انتهى وشو أصدك أبوكم راح شلون راح شو يعني راح شو اشتركوا في القناة يبكي